اهلا بكم الى نشرة احوال التغس خلال يوم الغد خلال الصباح الاجواء تبقى صافية على العموم بكل المدن الشمالية من الوطن حتى بها المناطق الجنوبية سماء ملبدة تماما على وسط الصحراء والجنوب الغربي وصولا الى اقصى الجنوب الجزائري تبقى الاجواء صافية على باقي ولايات الوطن خلال الظاهرة ظاهرة يوم الغد الأحد الاجواء ايضا تبقى صافية على المناطق الشمالية حتى بها المدن الجنوبية سحب كثيفة لكن بدون فعالية على شمال الصحراء المدن الواحد وايضا بوسط الصحراء درجات الحرارة المسجلة الصباحة هذا الأحد درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى درجتين فقط بمنطقة بشار درجتين تحت الصفر كأدنى بقياس بلج الفان سجل ثلاث درجات بتزيوزو على البويرة خمس درجات بغردية أربع درجات بواد سوف أيضا بورقل وحسيم سعود عشر درجات بوسط الصحراء بعين صالح أربع درجات إلى ست درجات بأسواحل الوطني سجل أربع درجات فقط بمنطقة إليزي وجانات 15 درجة بأقصى الجنوب الجزائري بعين جزام ظاهرة يوم الغد درجات الحرارة القصوى خلال ظاهرة يوم الغد تصل إلى 20 درجة بوهران 16 درجة بأسواحل الوصط إلى الشرقية من الجزائر العاصمة إلى غاية منطقة القالة 22 بعين صالح 13 درجة بغردية ونسجل 14 درجة ببشاء 20 درجة لأدرات 19 بتندوف 31 إلى 32 درجة بأقصى الجنوب الجزائري حالة البحر سيكون البحر أموما قليل الإضطراب على طول شريطة سحي لرياح مختلفة الاتجاهات سرعتها لن تتعدى 20 كم فيها الساعة لسواحل الوسطى والغربية تترحم بين 10 إلى 15 كم فيها الساعة لسواحل الشرقية نختم نشر بيال ورقة الفلاكية وقت شروق وغروبة شمس بيال جزائر العاصمة وضوحيها لهذا الأحد 12 من شهر فبراير 2023 شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة